يعتبر فقر الدم أحد أكثر الحالات المراضية شيوعا حول العالم ويحدث نتيجة مجموعة من الأمراض والاختلالات الجسدية التي تؤدي لفقدان الدم وقد يسبب نقص الحديد في الجسم فقر الدم أو ما يعرف طبيا بالأناميا أو يؤدي الانخفاض الشديد لبعض الفيتامينات نتيجة سوء التغذية إلى ظهور هذه الحالة المراضية ولأن فقر الدم يعتبر عادة مرضا مستترا إذ أن الأعراض تمر من دون التعرف عليها بسهولة إلا أن الأطباء ينصحون في شهر الصيام أن يستشيروا الطبيب لتحديد الإصابة ودرجة المرض عند الشعور بالتعب وفقدان الشهية وبرودة الأطراف وينضم إلينا في الستوديو اختصاصي الطب البطني وأمراض الدم الدكتور محمد بار علي أهلا بك دكتور معنا في ستوديو سكاي نيوز عربية أهلا بكم أولا سوف نتحدث عن الأشخاص الأكثر عرضة لتعرض أو للإصابة بفقر الدم منهم بشكل عام نتحدث عن فقر الدم نعرف فقر الدم الأول فقر الدم أو ما يعرف الأنيمية كما ذكرنا أن ينخفض الخضاب عن الرقم 12 عند النساء وعن الرقم 14 عند الرجال جرام بالديسليتر هذا نعني بالخضاب هذا هو الخضاب هو المادة الموجودة ضمن الكرير الحمراء هي المادة الفعالة التي تجعل من الكرير الحمراء تقوم بوظيفة تبناقل الأكسجين باتجاه الأنسجة وبالتالي عندما يقول هذا الخضاب تقول هذه الكمية سيقول إنجاز الكرير الحمراء وبالتالي سيتسبب الأعراض لنجي على ذكرى لاحقة نعم لذلك من هم الأكثر عرضة لهذا المرض أو لفقر الدم إجمالا أكثر عرضة هم النساء أكثر من الرجال بسبب وجود الدورة الشهرية عندهم وبالتالي يفقدوا كمية من الحديد شهريا لذلك دائما تنصح النساء بالإكثار من بعض أنواع الأطعمة لكي يعودوا هذا النقص الذي يصير ولكن هذا النقص لا يعود طبيعيا يعني جسد المرأة ليس مخول أن يعود هذا النقص إجمالا يبدو أن هناك فارق بالمجتمعات بهذا الموضوع فبتلاقي بمجتمعاتنا أكثر موضوع فقر عند النساء منه بالمجتمعات الغربية أكثر علم أن طبيعة الأكل الموجودة بمناطقنا هي طبيعة أكل جيدة يعني متنوعة مقبولة ولكن مع ذلك نلاحظ نسبة الفقدان الحديد عند النساء عندنا أكثر من غير مجتمعات وبجوز يكون له دور أو أكيد له دور موضوع كثرة للتعداد الحمول وبالتالي الأمرأة التي سيكون لديها حمل متكرر أيضا عرضها للاستهلاك الحديد أكثر من غيرها طبعا يدخل النظام الغذائي هنا سوف نتحدث عن هذا الموضوع ولكن قبل أن نتحدث عن النظام الغذائي الذي يساعد في مكافحة فقر الدم لنتحدث دكتور عن درجات هذا المرض هل له درجات؟ هل يأتي فقر الدم حاد أو خفيف؟ لا شك فقر الدم لا شك أنه الرقم حيأكوس كثير حالة المرض استلاحيا نعتقد أن الرقم فوق الرقم 10 نعتبره فقر الدم خفيف من 8 لن 10 نعتبره فقر الدم متوسط تحت 8 نعتبره الشديد ولكن كلمة الشديد هنا كثير مطاطة لأنه ممكن تكون أنت فقر الدم عنده 2 أو 3 المريض ويمكن يكون 7 ما هي الأعراض في هذه الحالة دكتور؟ أيضا الأعراض تختلف حسب كمية فقدان هذا الدم وسرعة فقدان هذا الدم ففقدان الدم السريع خل نقول واحد صار عنده حادث مروري أو حادث جرح بحيث فقد كمية من الدم بشكل نازف هذا رح تصبح عنده الأعراض سريعة الحصول لن يحتمل هذا الفقدان الدم المفاجئ فبالتالي بيجوز يكون هذا خضابه 7 ومزعوج كتير في حين واحد يجيك ممكن يكون خضابه 6 بس ما اعتاد عليه لأنه فقر الدم مزمن بلش معه من زمان فإذا الأعراض تختلف أيضا حسب إذا كان فقر الدم حاد أو فقر الدم مزمن أم مزمن بطور حاد أيضا فحية هي التصفات عديدة الفقر الدم النتج عن حادث يعني أصلا يكون المريض في حالة مراقبة طبية ولكن الفقر الدم المزمن الذي لا يمكن ملاحظة أعراضه كما قلنا تكون مستترة ما هي الأعراض التي يجب أن ننتبه لها لذلك في كتب الحالات المريض ما بينتعب الأساس وعنده فقر الدم لأنه اعتاد عليه تدريجيا وبالتالي ولكن هو سينتبه بعد ما يتعالج بعد ما يتعالج بلقى فعلا أنا كنت أتعب بسهولة أنا كنت على جهود خفيفة كنت أتعب ما كنت أحس على حالي إذن بالحقيقة هو التعب على الجهود أحيانا قد يحدث بعض التمدلات مثلا تساقط أشعار أكتر شيء ممكن تنتبه للنساء أنه صار تساقط أشعار زاد عندهم موضوع أحيانا الهشاشة ممكن تصيب الأظافر التمدلات قد تحدث في اللسان أو في الصواري من الطرفي الفم تشققات ممكن تحدث هذه بعض الأعراض ممكن يشعر المريض فيها غير عن أنه موضوع تسرع ممكن يزيد عنده أكتر الشحو ممكن يظهر عليه أكتر هذه الأعراض ممكن تكون تمثل فقر الدم نعم نحن اليوم في شهر رمضان المبارك طبعا الجميع يصوم ماذا ننصح لي مرضى فقر الدم هل يستطيعون أن يصومون بشكل طبيعي؟ قرمنا على العين نقول كل عام تم خير جميعا على العين طبعا ما قرمنا ولكن لازلنا باقي نعم نعم الفقر الدم الحقيقة في كثير من كلنا تم قدرين أنه من ناحية الدينية الشخص يحب يصوم لا شك وبالداية إذا قلت له أنت ما بصير تصوم أكيد ولكن يعني لازم المريض لا يأخذ على عاطقه قرار أنه يصوم بدون ما يراجع الطبيب فقر الدم كثير من الأحياء يفتكي حاله يصوم وبالتالي يكون أساء لنفسه وهذا شيء غير منصوح فيه دائما أنا بلصح مرضى الفقر الدم يراجع لطبيبهم قبيل بلء ربضان يقيم حالتهم الحالية الراهنة فإذا كان فعلا ممكن يحتمل الصيام ممكن يجرم أول كم يوم وبعدها يرجع يقيم مرة ثانية فإيا بيكمل يا لا هذه النصيحة العاملة موضوع فقر الدم ولكن في بعض الأنواع لا يمكن أن يصوم بها لأنه تأزي كتير موضوع خاصة التشفاف يعني في أنواع فقر الدم ورافقة لأمراض أخرى هذه إذا بيصوم فيها وبيصوم معه تشفاف تتفاقم حالة الطبية كتير ماذا نعني هنا بأن تتفاقم الحالة الطبية؟ بتسيء الحالة بحيث أنه يعني إذا كان قبل مستقر وعلى علاج خليني أقول مقبول سيضطر أن يأخذ علاجات غزيرة برمضان وبالتالي فاد الصيام ومرض حاله لأنه أصر على أن يصوم بوقت مناسبة الذين لديهم فقر دم ولكن خفيف ويريدون أن يصوم يمكن أن يصوم ما هو النظام الغذائي الذي تنصح به دكتور لكي يعني خلال فترة الإفطار وعلى بعد مكونات اللي بتشكل الكوريني الحمراء بشكل رئيسي هي الحديد الفيتامين بي 12 والفوليك أسيد هذول موجودين بي بشكل أساسي اللحوم خاصة الحمراء منها بشكل أساسي زايد الخضار إذن الخضار واللحوم هي الأساس فيما يتعلق بالمريض للتغذية من أجل أنه لا يساعده فأر دم بالحقيقة يعني المعظم الطبخ عنها خاصة مائدة ربضان يتضمن فعلا صحن سلطة أو فتوش وخضار موجود تكون غني يعني متنوع وبالتالي أنا أعتقد بالنسبة لمجتمعاتنا هنا طبيعة الطعام مانا مشكلة بتأمين المطلوب كورد غذائي ولكن الورد غذائي قد لا يكون كافي لتصحيح النقص الأساسي وبالتالي أنت هنا تحتاج إلى دعم دوائي هذا الموضوع يعني مداما بيكون لأنه أنت ما أكلت بظبوط لا لأنه أنت بحاجة لكمية أكبر من المادة فلابد أن تأخذها بشكل دوائي نعم إذن كنت معنا اختصاص الطب الباطني وأمراض الدم دكتور محمد بارعلي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات أهلا وسهلا بكم